فخور فخور بإسلامي حاولوا تفرجوهم كامل بإذن الله ستحصلوا على نقاط ممتازة إذن على بركة الله إذن نموذج الاختبار يكون على النحو التالي فلنبتد على بركة الله التكست كوالا شدة دو تليمسان أما فيما يخص الشدة التليمسانية الاسبيسيفيك على مغي يعني هي خاصة بالعروس يالي كونسيديري كم لغوبة بليليكسيوز إذن هي تعتبر على أنها الزي الأكثر فخامة من بين الأزياء التقليدية لمنطقة تليمسان دون الوست دو لالجيرياني في غرب الجزائر كار سكمبوز دون لارج غام داكسيسوار فاستيمنتر ودورنمو بمعنى لأنها تتكون من مجموعة واسعة من أكسيسوارات الملابس وحوليها وليما لها من قيمة فنية وجمالية وتاريخية إذن هذه القيمة الفنية والجمالية والتاريخية منظمة اليونسكو هذه قامت بتصنيفها ضمن التراث الإنساني العالم شدده شدده veut dire تنسيون شدده تعني التوتر البعض يشرح هذا الاسم إذن البعض يفسر بأن هذا الاسم يعود إلى أن كون هذه الخيوط الذهبية والأحجار الكريمة اللي بيهر بريسيوز مثبتة تحت ضغطن كابير يعني انكريا وليما لها من هذا الاسم تشدده معناها تشدده سلون زهرا لحسب زهرا زهرا هذه وشكون أم بالوائي دون زهرا دون زهري دون زهري أم بالوائي يموظفة في محل لبيع الشد كونستيطة ان تستيطة دون تفسير هذا وشني التفسير لأنه يشكو الهتبار لصبر العروس كونستيطة ان تستيطة دون زهري لور دونز لثي كار هل دوا پورتي سترة بأس بلو 15 كيلوغرام وإذن لأن هذه العروس مضطرة إلى لباس هذا الفستان الذي يزن أكثر من 15 كيلوغرام من منزل والديها إلى منزل الزوجين تاحا إذن هذا اللباس يتكون من 12 قطعة منسقة نطاماً لسيما أو منها لشميزي بمعنى البلوزة لكافطان يعني القفطان لشيشية من الاسم تاحبين الشيشية لفوتا بخسمة دو بلو سنكونة دو بيجو تخاديسيونال إذن كل هذا بالإضافة أنها مرصعة بأكثر من 50 نوع من المجوهرات التقليدية التلمسانية أو المصنوعة بتلمسان فابريكي أتلمسان لبريكي أتلمسانية ثمانة هذا اللباس يمكن أن يصل إلى أكثر من 60 مليون يعني ثمانة هذا الفستان كل بيجو تحتاج إلى أكثر من 4 موات كل قطعة من هذا اللباس تتطلب أكثر من 4 أشهر من العمل هذا اللباس التقليدي أو الزي التقليدي رمض إلى بريد المتحدة لشدة لاندوليوزي بمعنى أن هذا الزي التقليدي يعود إلى فترة ما قبل سقوة الأندلس وهذا الزي كان مخصص أو محجوز فقط لأميرات المنطقة تاعة تلمسان العثماني بمعنى أن هذا الزي التقليدي معنى أن هذا الزي التقليدي اللي يسموه الشدة ضمن التراث الإنساني العالمي إذن لما نرجع للنص حبست هنا الجملة هذا لبعض تلميدي يبدأ يكمل ما دام خلصت هنا الجملة معنى هالإجابة نتاعي رح يقبل هذي إذن إي بوغ صافالوغ قال لي بوغ كوا نقوله بارسكو لا بوغ إذن بوغ صافالوغ أغتيستيك معنى هالقيمته الفنية أو الجمالية أو التاريخية هذي منظمة اليونسكو قامت بتصنيفه ضمن التراث العالمي الإنساني إذن هذه الإجابة الصحة كما ركم تلاحظوا إذن نجاوب بوغ صافالوغ أغتيستيك إستيتيك إستوريك ثلاثيام كيستيون نجاوب بصح ولا خطأ الشدة اتو نغوب تراديشونال كي يبورتي دون لغيجون دولست إذن الشدة عبارة عن فستان تقليدي والذي يلبس في منطقة الشرق إذن هذي إجابة خاطة لماذا؟ إذن لأن نغوبنا الصحيحة يتطيع تقليدي إذن ثلاثياما يعني مكون من ثلاثة عشر قطعة هنا وش لدينا في النص تعنا لدينا دوز بيس كوردوني إذن فو الجملة الأخيرة بمعنى أن تاريخ الشدة هذا يعود إلى مرحلة التي سبقت النهضة تعال أندلوس معناها سقوط الأندلوس إذن إجابة خاطئة أظن أن الأفكار واضحة كاتريم كيستيون غلي لو تكستو انكورين فوا بوي كمبلت لو تابلو سويفون قلي عاود أقرى النص تعنا وعاود عمر لي الجدول هذا إذن قلي لا شدة غيجيون دو فابريكاسيون المنطقة تأصون عن تحوين قلنا في تلمسان كماناكم تشوفوا لا شدة دوت لمسان إذن نجاوب تلمسان البواء معناها الوزن لما نرجع للنص نصيبه هنا بلوس دو 15 كيلوغرام معناها توزن أكثر من 15 كيلوغرام أما البري اللي هو الثمن إذن صبنا هنا بلوس دو 60 مليون أكثر من 60 مليون إذن كماناكم تشوفوا عمرنا هذا الجدول بطريقة سهلة جدا سنكيام كيستيام بلوس دو 15 كيلوغرام واحدة فقط وتمشي وتروح لك النقاط لازم تقرأ ركوبي لابون غيبونس وبيا لدو بون غيبونس هناك لك أعطيني زوج رامي صحيح إذن نبدأ ونقرأ ستنو إي على بورتي دو توتلي فام هذا الزي في متناول جميع النساء إذن بطبيعة الحال خاطئة لماذا؟ لأنه ثمن تهو غالي بزاف ستنو إي غيزارفي أو بخنسس إذن هذا اللباس راهو محجوز للأميرات كنا لقيناها في التكست إذن هذه إجابة صحيحة ستنو إي غاتويت هذا اللباس راهو مجاني إذن خاطئة بين ستنو إي تخو شار هذا اللباس جدو غالي شار هي غالي إذن هذه هما الإجابات الصحيحة سيزيام كيستيون باغ لانترو إن العديد من التلاميذ ما يفهموش معناها لانترو لانترو هي الكلمة الداخيلة يعطيك سلسلة من الكلمات متابعة في نفس الحقل ووحدة غالطة يقولك بارع لها إذن باغ لانترو دون لا لست ديمان سويفان إذن قال لك شا تطبيع الكلمة الداخيلة نقرأ غوب تعرفوه فستان شميز بمعنى بلوزة توني بمعنى لباس كوستوم أيضا لباس بوم بمعنى تفاحة إذن هذه بينها هي الكلمة الداخيلة شا سيغ بمعنى الأحذية إذن كل هذه الكلمات تعود إلى اللباس التقليدي ما عدا بوم ستنو نفس العائلة تعالى كلمة فاتمو اللي هي اللباس إذن لما نرجع لنص نصيبها هنا يا فستي من تغ هذي لا مام فامي ك فاتمو ويتيم كيستيون لي أتنتيف من لفخة سويفان بوي كمبلت لطبلو قلي عاود أقرأ هذي الجملة بتماعون وكمل الجدول الجدول شعطالي فيه أعطالي أدجيكتيف كاليفيكاتيف معناها صفة وأعطالي كمبلمون دونو مكمل الاسم مكمل الاسم كيفاش نعرفو نعرفو بآ نعرفو بـ صن بوغ إلى آخرة عادوا ارجعوا ادرسوا الفيديوهات اللي درتهم في المراجعات وديروا أيضا الأسئلة الأكثر تكرار نرامي فيديوكم مية بالمية في الامتحان إن شاء الله لذلك ما ترطيهم إذن لفهم دو تليمسان بورت إن غوب لكسيوز كي سابل شدة إذن إن غوب لكسيوز هي صفة عبارة عن أدجيكتيف كما راكم تلاحظوا أما لفهم دو تليمسان هو لماذا؟ لأن هنا قاد نقول لفهم دو تيارت لفهم دو سيتيف لفهم دو كوستانتين إذن راني نعرف بها هذن راني نكمل في الاسم التاعي إذن مكمل اسم منها تعليفة مش هو هو أما فيما يخص الصفة تلقاوها ملاسقة للاسم إذن كما راكم تلاحظوا في الصورة نفيام كيستيون ميني لفهم دو دو سو پساج و بخيزان دو لإندكاتيف قل لك صرف لي هذو الفعلين في زمن الحاضر إذن لاشدة لفهم أتر في لفهم شو نقول نقول جسوي تي إل إل إذن مادام عندي لاشدة مادام شفت نعوضها بالأل ومع الأل تمشي إذن لاشدة سيئن مادر لفهم مادر نقفش نصرفو مادر مع ENT لماذا ENT لأنو لفهم نعوضها بأل مع S أظن أن الفكرة واب نشوفو السؤال الموالي أكور l'adjectif qualificatif entre parenthèses c'est nécessaire هنا يهدي l'adjectif راها 10 مت تعو traditionnel حد ل تنميد ما زال يغلط فيها إذن لاجب بمعنى الجلابة هي زي جزائري تقليدي الأكثر انتشارا في شمال إفريقيا إذن نشوف معي traditional اللي كفش رجح في ميناء لأنو نعطى لأول مادم ها لازم نقضيها معها لازم نربطها معها إذن traditional وش نضيف لها لها l حذار يشفع لها ما نضيف لها e فقط لازم نزيد لها l e algerian وش تصبح تصبح algerian لتخلاص بال e n نضيف لها n e أما réponds نضيف لها e 2 في ميناء فقط لماذا لأنو أعطى لها لا plus réponds هادون أن الفكرة واحة آخر سؤال propose un titre au text قل أعطيني عنوى النص لما نحضر في النص هذا لن نحضر على الشدة إذن le titre proposé est la شدة كما راكم تلاحظوا بكل سهولة أبقى في آخر الفيديو هذا هي la production écrit نحاول ندره في فيديو واحد باش ميكونش هذا الفيديو طويل إذن بهذا أشكركم على حسن المتابعة ونصغر في فيديو آخر إن شاء الله لا تنسونا من خالص دعائكم سلام اشتركوا في القناة